بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنفرتهم أم لم تنفرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخالعون الله والذين آمنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفصلوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَمَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طخيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعن وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شراء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السمناء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهدنا لأكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النأس والحجارة وعبدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قرنوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشافها ولهم فيها أزواج مطهعة وهم فيها الخالدون إن الله لا يستحي أن يضلم مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ملا أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولى ألائك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسولهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شجتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الهلاحين فتنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فالرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فالتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعكنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سرؤ العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا نوسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعضه وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعض ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال نوسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعض موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شهتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة مغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى رسال قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصحها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وقلبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أعصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هانوا والنصار الصامئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الضور واخذوا ما آتيناكم بقوة واذفروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاصين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاصين فاجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها وموعفة للمتقين وإذ قال منسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لهمها تسر النظرين قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا بلون تثير الأرض ولا تسر الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحواها وما كانوا يفعلون وإذ قلوا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصف قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا ألقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم بي عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمامي وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به فمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لهم لهم مما كتبت أيديهم التي تحطى وجدوا أمي من ثم يقوموا على الله لا يعلمون وقالوا لهم لهم من ثم يحطوا النار إلا أياما معذودة قل أدخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسم سيئة وأحاطت به خضيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب جمتهم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتأما والمساكين وطولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعروان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا نوسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعضه وأنتم ظالمون وإذ أخذنا من ثاقكم ورفعنا ثوقكم أبقوا رخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفهم قل بقس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فثمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحف حين من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبلين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرين ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَإِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا عَجَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ خُمُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطَيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى الْمَلَئِكَ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِمَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطَيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَلٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِهِ مَنْهِمٍ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَامِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَالَوْا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُبُلُوا رَاعِنَا وَقُبُلُوا انْفُرْنَا وَاسْمَعُنُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَامٌ أَمِيمٌ ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننصح من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِهُ وَلِيِّهُ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُنْسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ قَلْنَ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْضِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حسناً من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون مصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادفين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى علي شيء وقالت النصارى ليست اليهود علي شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرامها ألماء كما كان لهم أن يدخلوها إلا خارفين لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرف والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع العليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قابدون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشافهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق مشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تداوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ متلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ثريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صليا واعهدنا إلينا إبراهيم وإسماعيل أن قهر بيدي للطائفين وعهدنا إلينا إبراهيم وإسماعيل أن قهر بيدي للطائفين والعاكفين والركع السنود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمدعه قليلا ثم أخضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوى أبو الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموا ربنا وبعث فيهم الكتاب والحكمة ويزكين إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن منذ إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعطوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تبوتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإله آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدون قل بل ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهدنوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغته ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصار قل أأنتم أعلم أمن لنا ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليؤيع إيمانكم إن الله من ناس رغوف رحيم قد نرى تقلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما يتمعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعض ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولئها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث من كنتم فولوا وجوهكم شطاه لألا يكون للناس عليكم حجة حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتنون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا من الصمر والصلاة إن الله مع الصامرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموالات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الحرف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصامرين الذين إذا لا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الميت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما منزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين له من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تاموا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار والفوت التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ملائك فأحيى به الأرض بعد مغدها وبث فيها من كل دابته وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقومه يعكنون ومن المعسمين يتخذ من دون الله أنداد أن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يعى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون وإذا أقيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعكنوا لشيءهم ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نعاء ونباء صن بكر عظيم فهم لا يعكنون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزق عليكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحن الخير منزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باهر ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطودهم أولئك ما يأكلون في بطودهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس المر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن المر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حقه ذه القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصاملين في المأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُدْبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْغَتْلَامِ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأبناء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة إياه للألباب لعلكم تتقون كُدِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَمَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ مِلْ وَسِيَّةُ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّنَهُمْ بَعْدَمَا سَمِعْهُمْ فَإِنَّمَا إِثْنُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهِ سَمِيعًا عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُنْصِرِهُمْ جَنَفًا أَوْ إِثْنًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تقوى خيرا فهو خير له وأن تصرموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشهرون وإذا سألك عبالي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إلى دعان فليستجربوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشجون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسنائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخدالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بنشروهن وابتغوا ما كتم الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أدموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنموا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيد للناس والحج وليس المروم أن تأتوا البيوت من ظهوريا ولكن المر من ابتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله معلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدلوا إن الله لا يحب المعدلين واقتلوهم حيث فتفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القطر ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك يزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحر المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن محسنكم فما استغسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مرضا أو ميئة من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصص فإذا لا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استغسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كأمنا ذلك لمن لم يكن نهر حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقام الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزولوا فإن خير الزال التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناحا أن تبتخوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كبالاكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سيع الحساب واذكروا الله في أي أم معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ابتقات واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشعون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسز والله لا يحب الفساد وإذا كيل له اتك الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولمئس المهاد ومن الناس من يشرينا الصوبة غاء مرضات الله والله روف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتنعوا خطوات الشيطان إنه لكم علوم مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظنن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سيبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقام زيني الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغل حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذنين وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صفاق مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم واستأهموا البأساء والضراء وزلثلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالبين والأقربين واليتاما والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعساء تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعساء تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالوا ويقاتلونكم حتى يردنكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصعى همارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجعلوا في سبيل الله أولئك يرجعون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثن كبير ومنافع للناس وإثنهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام لكل إسلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنون ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولعبن مؤمن خير من مشركهم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قلهم أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تقهروا فأكوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوالمين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شفتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقبوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سيع عليم لا يؤاخذكم الله إلا هو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمن من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فناؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتكروا ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعونتهم أحب بردهن في ذلك إن أرانوا إسلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الضلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آبيدون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعدلوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا خرا فإن طلقها فلا جناح عليهم لا أن يتراجعا إن ظن لا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم نساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن مقرارا لتعدلوا ومن يفعل ذلك فقل غلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزم عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم نساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن أن ينكح بأزوأ جهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يثم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مصعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضا منهما وتشامل فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعنوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يدرغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتوا النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا لهم فريطا ومتعوهن على المنسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتوا هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريطا فنسب ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون مصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقولوا لله قاندين فإن خفتم فنجالا أو ركمانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أسواجا وصيدا لأسواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جباه عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهم نبير معروف والله عزيز الحكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أسواجا وصيدا لأسواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جباه عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهم نبير معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلنكم تعكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله أتو ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيعا عليم من فالذين يقرط الله قربا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرا والله يقبض ويمصف وإليه ترجعون ألم تر إلى الملين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لمنه له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هدع سيد من كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كدب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم مليهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحبهم الملك منه ولم يؤتسعهم من الملال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم مليهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل مرسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصد طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بناره فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جازه هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لما اليوم بجنوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصاملين قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصاملين ولما مرزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا يا أفرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانسونا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الملاق وقتل باود جانوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نثموها عليك بالحق وإنك من المرسلين تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم برجالات وآتا عيسى وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناهم بروح القدس ولو شاء الله مقتدل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله مقتدل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ليبيع فيه ولا خهلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا معون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشعع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قسع كروسيه السماوات والأرض ولا يؤونه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد بما الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال في صام لها والله سيع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولمائك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغربة فمهد الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش جام قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانفر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانفر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانفر إلى العظام كيف ننشفها ثم نكسوها لحما فلما تميم له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعوهم يأتينك سعيا قال أعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل أن بكت سبع سنابن في كل سنبلة مئة حبة قال أعلم أن الله ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابن في كل سنبلة مئة حبة قال الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أذى والله غني حميم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ما لم رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه آمن فتركه صدقات لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتخاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه كمثل جنة بربعة أصابها وامن فآتت ترك لها النعفين فإن لم يصب آوالهم فقلوا والله بما تعملون مصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعمال تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّمَاتِ مَا كَسَبْنُوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَمِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْطٍ بِآخِذِهِ إِلَّهَا أَنْ تُخْبِنُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَمِيلٌ حَمِيلٌ الشيطان يَعِنُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِنُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَانِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّانِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ إِنْ تُبْلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَنْ مَا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُقْطُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِخَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُذْلَمُونَ للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجائل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيباهم لا يسألوا لما سئل حافا وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفز عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم وعظهم من ربه فانداد فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكر من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رمص أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسمت وهن لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا فباينتم ببين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب عنهم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن الوليه بالعمل فليسهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجوا وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبشه لنا إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجره ذلكم أقصص عند الله وأقوم للشهادة وأدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تبيعونها بينكم فليس عليكم جناحا أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتبه ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي أتمن أمامته وليتك الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكبرنا فإنه مؤاف قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبلوا ما في أنفسكم أو تخذوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا رسعان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون